مرض البهاء الدوء أكتر عن المرض ده إيه أسبابه وطرق علاجه يعني بيحصل ليه وبيحصل من سن إمتى كل ده هجاوب عليه الدكتور حامد عبد الله أستاذ الجلدية والتناسولية والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة برحب بيك من ورنا الصباح الخير يا مصر في البداية يعني الناس ممكن تتخض في الأول من مرض البهاء مع أنه مرض غير معذي بالمرة ويمكن الناس كتير اتكلمت عنه كتير أنه غير معذي لكن يمكن لغاية النهاردة الناس مش عارفة إيه هو مرض البهاء حريك عرفنا أكتر طبعا باشكر حيك على المقدمة وكنا فعلا بيتكلم قبل الهواء من ضمن الحاجات اللي تخد قوي في مرض البهاء وعاوزين بعد الحلقة الهامة دي النهاردة أنه احنا نتخلص منها اللي هي فكرة أنها بيتقال عليه تسمية خطيئة البارس هو البهاء ماروش أي علاقة بالبارس وما فيش مرض في منهج الأضراض الجلدية اسمه بارس أصلا يعني كلمة بارس دي كلمة ملهاش مرادف علمي باللغة الإنجليزية باللغة الطب يعني أو باللغة اللاتينية هي البهاء هي الكلمة السريمة المقابلة لكلمة بيتلجو باللغة الإنجليزية أو اللاتينية لكن ما فيش حاجة اسمها بارس فبنقول كده لأن زي ما حالك قلتي مريض البهاء من أكتر الحاجات اللي بيعانيها هي التنمر والتعامل معاه من خلال المجتمع والمجتمع أصلا بينظر للأمراض الجلدية عموما وللبهاء خصوصا نظرة فيها خوف وقلق من فكرة العدوى وعدم التلامس ودي فكرة خطيئة جدا المعظم الأمراض الجلدية غير معدية يعني الأمراض الجلدية غير معدية أسوأ حاجة بيقابلها مريض البهاء ويجب أن احنا نوعي الناس منها فعلا أنه أن الناس بتخاف تسلم عليه وزيه مريض الصدفية عشان وجود بعض القشور دايماً إحنا عندنا انطبع أن أي حاجة على جلدان بتكون معدية طبعاً الفكرة دي خطيئة جدا الأمراض الجلدية المعدية اللي هي من خلال مجرد أن أنا سلم على حد ألمسه كده يتنقل المرض له دي ما تزدش عن 5-6% من الأمراض الجلدية قبلها وبالتالي فعايزين نوعي الناس أول حاجة عموماً في الأمراض الجلدية أن إحنا مريض الأمراض الجلدية ده مريض حساس جداً لأن المرض بيحصل له في أهم حتة عنده في جسمه في حتة ظهرة في وشه أو إيديه وبالتالي فده بيبقى يعني غير الضغط غير السكة وبيبقى مرض داخلي هذا دكتور معادي بالتلامس ولا مش معادي بالتلامس؟ لا مش معادي خالص البهاء مش معادي طب هل هو مرض وراثي؟ لا هو ما نقدرش نقول وراثي مناعي؟ آه هو مناعي بخلفية وراثية بمعنى إيه؟ كلنا بنتعرض لظروف نفسية معينة أبسط حاجة مثلاً واحد لما يقلق شوية قلبه يدق ضربات قلبه تزيد يجيله حمودة في المعدة يجيله قرون عصبي كل واحد فينا عنده استعداد وراثي لترجمة التوتر أو الانفعال النفسي عنده في جسمه إلى حاجة عضوية كل واحد فينا مختلف عن التاني في كده واحد يقولك أول ما بتنرفز قلبي بي قضي يدق جامد واحد أول ما ينفعل تلاقي يجيله يقع من طوله أو يغم عليه مريض البهاء لما بيحصل له توتر نفسي جامد أو صدمة نفسية جامدة بتبقى المشكلة عنده بيحصل اترافج هذه المناعة اترافج هذه المناعة برضو دي دي تاني فكرة غلط هنصلحها مش معناها أبداً أن مناعته نقصة لأنه بيتكوف ناس كتير بتقولك إيه أنا المناعة نقصة عندي لا هي المناعة موجودة بس في الاتجاه الخطأ المفروض المناعة بتبقى ضد البكتيريا والميكروبات أو أي حاجة خريجية بيحصل اتراف في جهاز المناعة بيبتدي يهاجم خلايا الجسم نفسها هنا بيهاجم الخلايا السبغية اللي بتفرض سبغة الملانين فتبتدي الجلد أصلاً بتاعنا اللون الأصلي بتاعه هو اللون الأبيض وفيه خلايا سبغية بتفرض مادة الملانين تيدي له لونه الطبيعي بتاعه الجسم يبتدي يهاجم الخلايا بتاعته دي من ضمن الأسباب وخصوصاً لو ظهرت بصورة مفاجأة وفي مساحة كبيرة قد تكون سبب مرتبط بيعني توتر نفسي جامد أو صدمة نفسية جامد يعني في معظم العقود بيبقى هما عندهم يمكن توتر نفسي وإحنا بالتنمر بنزودها عليهم بنزود الموضوع صح تمام دي احنا بنزيد العبء النفسي عليهم جداً وخصوصاً كمان البهاء ممكن بيحدث في الأطفال ودي بتبقى مشكلة كبيرة الأب والأم من كترة قلقهم بيقضي في حصل بيبي الولد أو البنته طول الوقت ده في حد ذاته عبء نفسي عليهم ومن ضمن الحاجات المهمة في مرض البهاء أنه بيحدث في الأطفال برضو نتيجة سعات لحاجات نفسية فتيجي الأم تقولي قال أول بنت اللي عندها سبعة سنين دي ولا تمن سنين عندها حاجة نفسية الأطفال بالذات التوترات النفسية عندهم أسوأ من إلي بكتير ليه لأنه ما يكونوش فاهمين الأبعاد يعني مثلاً بنت بابها مسافر برة مثلاً يحسن داخله يحسن مركزه هو فاهم والأم فاهم ما هو مسافر ليه لكن بالنسبة لها هي بابها اللي يتحبوا فجأة مش لقيها طيب دكتور دلوقتي أم لقيت على ابنها أو بنتها ده يظهر تصبغات مختلفة في لون الجلد اختلاف أعمل إيه في الوقت ده أول حاجة أنه مش كل نقص في الصبغة في الجلد بوهاء البوهاء ده مرض غير معدي خالص ناتج عن نقص في صبغة الجلد بس بيبقى النقص مميز قوي أنه بنسميه بالإنجليزي ملكي هويت يعني لون اللبن بالزبط يعني أبيض أبيض مش مجرد فتحان جلد يعني فتحان لون الجلد ده ما يعتبرش بوهاء أول ما بنلاحظه ما نقلقش وما نقلقش التفلق أو ما نقلقش المريض عمومي حتى لو كبير لأن الجزء النفسي مهم أوي في المرض ده صحيح ولابد من ازدهاب للطبيب بدون أن إحنا نقعد نجرب وصفات لأن الأمراض الجلدية مشكلتها الأساسية أو الآفة الأساسية فيها هي أن إحنا بنجرب وصفات فيها يعني أي مرض بطيني زي الضغط زي السكر الواحد ما بيجربش بيطلع على الدكتور الجلدية تلاقي العيان جالك قولك جربت مش عارف إيه من عند العطار وجربت إيه وجربت وبعدين عملت لي حرق في الجلد وبعدين مش عارف وبعدين يروح لدكتور الجلدية بعدين لازم يروح للدكتور عند أي تغيير في لون الجلد وده مش معناه بوهاء وحتى لو بوهاء هو غير معدي ولوه علاج برضه في حالة البوهاء بيبقى شوية يمكن الرقع البيضة كبيرة شوية آه بتبقى أبيض قوي بتبقى مبيضة جدا وفي فكرة خطيئة عند الناس إن مريض البوهاء دي ساعات بعض أطباء يعني بيعملوها ساعات وده مش صح قوي إن يعرض مريض البوهاء للشمس على أساس الشمس بتغمأ ده بيبقى صحيح في الأماكن اللي هي مش باينة للشمس لكن البوهاء اللي بيجي في ظهر الإيد والوجه ده بنتعامل معاه بالعكس ده بنحمل مريض من الشمس لأن ساعات الشمس هنا بتعمل دور عكسي بدل ما تخلي الجلد يلون بتخليه السبغة بتاعته تروح أكتر طيب دكتور يعني خلينا نتكلم بقى ونستغل وجود حضرتك معنا ونتكلم على رشدة علاج البوهاء يعني هل فيه بروتوكول ثابت ولا بيختلف من مريض لآخر؟ تمام هو بيختلف فعلا من مريض لآخر أولا أول حاجة لازم نروحه بالدكتور من البداية ما نجربش ما نعملش وصفات ما ندهنش دهنات من عندنا الحاجة التانية ما نقلقش لأن البوهاء مش مرض واحد لكل الناس فيه أمرأة يعني أنواع من البوهاء بتتحسن جدا وبتختفي تمام ومترجعش يعني الواصمة بتاعة البوهاء طبعا تخلصنا من الواصمة الأولى اللي هو الاسم الكريه اللي هو اسمه البرس ده عاوزين نلغيه خالص فيش حاجة اسمها البرس في الدنيا خالص اسمها البوهاء اللي هي نقس الصبغة في الجلد الحاجة التانية إنه مش حاجة واحدة ممكن فيه منه أنواع بتخفه خالص بتخفه نهائيا الحاجة التالتة إنه حتى فيه بعض الأنواع منه لو زادت المساحة من الأخبار الجيدة برضه لو زادت المساحة عن 50% من مساحة الجسم الموضوع هنا بيبقى أسهل زي على مثل اللي بيقول اشتدي أزمة الفرجة لو زاد قوي لمساحة البوهاء ما نقلقش يعني في الحالة دي الأعراض الخاصة بالبوهاء ظهرت على جسمي بشكل أكبر أكبر من 50% من مساحة الجسم ما نقلقش ليه؟ في الحالة دي بقى موضوع أسهل بنبتدي نفتح ما تبقى من اللون الغامع بنبتدي لأنه هو لبداية مريض البوهاء إنه بيبقى فيه كونتراست أو إنه فيه لونين صحيح لكن لو الجسمه كله بقى أبيض يعني قفى من كلام حراكة إن حتى مع العلاج بتظل يعني فيه علامة ثابتة مدى الحياة أه في بعض الحالات يعني فيه حالات هتخفه خالص حتى الحالات اللي مش بتخفه وبيتزيد يعني دايما لما بنفسرد أسوأ الاحتمالات بنتطامن حتى الحالات اللي ما بتخفش وبيتزيد بس بتاخد أكتر من نصف مساحة الجسم أكتر من الخمسين من نصف مساحة الجلد وبيتزيد بنقدر نقسك ها طبق بنبتدي نفتح ماتة بكة من اللون الغام فيبقى اللون واحد في كله فحتى بنقول للمريضة ساعتها أنت هتبقي إيه شقرة يعني تبقي لونك أبيض خالص زي بتوع السويد والنرويج وكده يعني أقصد أقول إن البوهاء مش نوع واحد لازم نعالج ومنعالج الطبيب من الأول بما إنه فيه اضطراب في المناعة فيه جزء من هلاج هي أدوية فيها كورتزون بس هتستخدم تحت إشراف طبي ما نقلقش منها ما ينفعش المريض يقول لي لا أنا مش عايز كورتزون طالما الدكتور الأمراض الجلدية بيكتبه بجرعات محددة ده هيخفف المرض بسرعة مش معدي خالص مش عايز أي احتياطات في الأكل خالص ولا في الشرب ولا أي حاجة خالص هو التعالب بالشمس لازم نستخدم سان بولوك باستمرار طيب دكتور في بعض الناس لما بيشوفوا يمكن أول حاجة صغيرة كده في الجلد يروحوا الدكتور هل مع بدايته جدا مع بدايته في الأوقات يبقى نحن نلحقه طبعا طبعا كل ما تبقى بداية العلاج مساحته صغيرة وندخل بالعلاج المفيد على طول إذا كان حيحتاج كورتزون أو أدوية مصبتة للمناعة ندخل بها على طول من غير ما نتردد أسر روحت الدكتور فقال لي حديله كورتزون فناسبته وروحته مش عارف للعطار يقوم الموضوع يتأخر زيادة كل ما نبدأ بدري أحسن عاوز أقف هنا تحديدا عند نقطة العلاج بالكورتزون لأن في الحياة الكورتزون بشكل عام كمادة هو ليها مفعول السحر دايما المرضى بيقلقوا أو أنا شخصيا حتى لما لقى الدكتور بيقول لي هنستخدم الكورتزون أنا بحس أنه طبيب يستسهل العلاج أنا عاوز نتيجة مبكرة وفي النهاية ليه أضرار أكيد الكورتزون على الجسم فإمتى أقلق لما الطبيب يقول لي كورتزون لما يلجأ ليه في البداية ولا أثناء مراحل العلاج يعني في أمراض لابد فيها من الكورتزون وهو الكورتزون إيه؟ هو دواء ده موجود في الصدريات وبيستخدم في كتب الطب مكتوب في أمراض معينة هو الاستسهل زي ما حديث بتقول لو بنستخدمه في أمراض لا يحتاجها الجسم في أمراض بيحتاجها فعلا أهمها الأمراض اللي لها سبغة مانعية زي البوهاق اللي بنتكلم عنه النهاردة وزي السعلبة اللي بتيجي في الشعر دي بتبقى فيها أجسام مضادة ضد خلايا الجسم اللي اتفقنا عليه فما ينفعش فيه كمان أدوية تانية بتقوم بنفس عامل الكورتزون برضو بنستخدمها مع ساعات عشان منيجي نسحب الكورتزون ندخل بالأدوية التانية دي يعني هو له بروتوكول معين طالما الدكتور متخصص في الأمراض الجلدية استشاري في الأمراض الجلدية هو هيكتب الكورتزون بالجرعة المناسبة وحيسحبه بالجرعة المناسبة الخطأ بيجي من إن إحنا نروح نجيبه مستيدالية أو إن واحد صاحبي كان جالبه هائق وتعالج بكورتزون أروح أنا واخده أو أخده بدون استشارة طبية أو ممارس عام يكتبه العلاج بالطب البديل أو الطب البديل طبعا إنه هو ده خرافات ممكن نبقى نعملها حلقة ما فيش حاجة اسمها الطب البديل وإذا وفقنا على الطب البديل نبقى نوفق برضو على الهندسة البديلة أو الكمبيوتر البديل صحيح يعني بدل ما رجع العمارة من أستاذ في كورية الهندسة يشرف عليها نجيب أحد العمال مثلا مع احترامنا لهم هو اللي يشرف على بناء العمارة هو يحمل شبكة الكهرباء ما فيش حاجة اسمها طب بديل أبدا في الدنيا إحنا البلد الوحيدة اللي بندحك عن ناس بالكلمة طب بديل ما فيش حاجة اسمها علم بديل ما ينفعش أقول هندسة بديلة ما ينفعش أقول محاسبة بديلة حتى نحن ناس متعلمة ما ينفعش أجول اللي هو ابن خلتي يتعالج مش عارض فيه أنا كمان هتعالج بديل وانا هتعالج بنفس دكتور لما البقى على البيضة زي تحصل هل ينفع يحصلها ريفرس يعني ترجع تاني لونها الطبيعي وممكن ما تكونش بهاء يعني فيه ممكن تبقى تانية ملورة ممكن تبقى نقص في بعض البيتامينات ممكن تبقى أثر إصابة أو أثر جرح أو أثر حباية لا لو بنكلم على البهاء ممكن تبقى بهاء لو بهاء أول حاجة البداية المبكرة والتعامل الطبي السليم مع دكتور من غير الطب بديل والخرافات بتاعت الطب البديل والوصفات والعطارين والناس دولة بيؤدي الناس بتشفاء عالية جدا من المرض والدكتور هو الوحيد اللي يقدر يكتب الدواء مسبوط من الأول وما فيش أي احتياطات عدوى خالص عشان ما نعملش عبق نفسي على المريض لا مع أهل بيته ولا مع المخلطين لهم من أصدقاء أو زماله في المدرسة أو في النادي أو في الكلية وما فيش أي احتياطات في الأكل بالنسبة له كل الأكل عادي من الكلمة هنا بقى على الأكل هل فيها أكلات معينة بتضمن مادة الميلانين ودورها في سرعة التعافي أو الاستشفاء من هذا المرض الحقيقة يا ريت لا ما فيش يعني هي دي مادة الجسم اللي بيفرزها من البداية يعني هو اللي بيفرزها يعني مش موجودة في الأطعمة والحاجات دي بحيث إيه لما ناخدها تزيد لكن ممكن مع العلاج والتغذية السليمة والحماية من الشمس فيه فيتامين زي وحاجة تخليها تطلق آه فيه طبعا فيتامين زي زي الزينك طبعا وفيتامين سي هيبقوا مفيدين جدا فيه بس شرط اللي هو يتاخد تحت إشراف طبيب بس تحت إشراف طبيب وبيقلب الموضوع عكسي طبعا ما ينفعش ناخده عمال على بطال زي أيام الكورونا كان الناس قاعدة تبال بأعزينك طول النهار آه آه يعني كمان بقينا نشوف في بعض الحالات إنه بيصيب كبار السن يعني حد يبقى كبير كنا الأول فاكرين إنه أنت بتتولد بيه لا كمان أو يبقى معك أو لا ففي بعض الجنات مكتبة موجودة عند الأطفال آه بيجي في أي عمر وساعات بيجي معاه بعض أمراض مناعية بمعنى إيه الأمراض المناعية هي سلسلة على بعضها ممكن تيجي واحدة ممكن يجوا الاثنين ممكن يجوا كلهم أهمها البهاء لو الأجسام المضادة بتاعة الجسم اشتغلت غلط على الخلاة السبغية ممكن تبقى سعلابة لو الأجسام المضادة اشتغلت على بصيلات الشعل ممكن يبقى سكر لو الأجسام المضادة اشتغلت على البنكرياس ممكن يبقى ترفر غلطة ضرقية لو اشتغلت على الخلاة الغلطة ضرقية فساعات يجي لعيان مثلا عنده بوهاء أقول له طب نعمل لك تحليل الغلطة ضرقية شفتها بقى حضرتك أهمية التعامل الطبي العلمي مع الحلم الأول صحيح نقول له نعمل لك هرمونات الغلطة ضرقية ونعمل لك تحليل سكر لأنه ممكن تكون دي مصحوبة دي طبعا مش شرط يحصل لكلهم لكن ممكن على أساس مناعي تحصل الأمراض دي الترابر غلطة ضرقية السكر السعلبة البوهاء دي من الأمراض المناعية عاوزين من حاجة دلوقتي نصيحة نقولها لكل شخص يعني جاء له مرض البوهاء والأشخاص المحيطة به تحديدا لأن احنا اتفقنا خلاص هو مرض ليس معدي لا يتم العدوى من خلال التلامس هي النصيحة اللي احنا نوجهها لكل سواء مريض أو شخص كان مريض وتعافى والأشخاص المخلطة ليه أو اللي بتتعامل معها بشكل يوم البوهاء اسمه البوهاء وليس البرس ننسى كلمة البرس دي خالص يعني نمحوها من قمصنا وذكراتنا ما فيش حاجة في الطب أو العلم خالص اسمها برس البرس دي زي الطب البديل كده دي خرافة من الخرافات الحاجة التانية التعامل مع المرض بسرعة علمية تباية من الأول المرض مش حاجة واحدة ممكن يخف تماما ويتعافى منه المرض مش معدي مش محتاج أي احتياطات غير الحماية من الشمس بس ممكن فترة اللي لك تطور ما نزهقش ممكن تاخد شهور على ما نزبط جهاز المناعة بتاع الطفل أو الشاب أو الرجل الكبير بيجي في كل الأعمار وفي الجنسين مش محتاج أي احتياطات عدوة للمخلطين في البيت ولا من أصدقاء ولا من زميله خالص وممكن يخف منه وممكن كمان لازم نتأكد من التشخيص في الأول لأن المرض بيحتاج علاج مدة طويلة وشهور طويلة وساعات بيتشبه مع أمراض تانية فلازم نتأكد من التشخيص في الأول برد وكمان الاهتمام بالصحة النفسية أكيد للمريض بالصحة النفسية أهم حاجة كل شكرا لك دكتور حامد عبدالله أستاذ الجلدية والتنسلية والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة يعني معلومات مفيدة لنا وتعلمنا من حضرتك حاجات كثيرة قوي نهار نهرتنا دكتور حامد شكرا لك اشتركوا في القناة